بدك كابراهيم التاجر في أسواق السقائري في السليمانية سعيداً وهو يتعامل بالدينار العراقي في شراء بضاعه من سوق الجملة خصوصاً بعد تخلصه من البحث عن العملة الصعبة في الأسواق بعد توفرها له من قبل المصارف الحكومية والسعر الرسمي مشاكل كبيرة بالدولار موجودة بالسوق موضوع اللي إحنا سنشتري ونبيع بالدينار العراقي هذا أحسن طريقة في السوق ماكو غير هذا هذا الإلاج نهايي إحنا نتعامل بالدينار ونشتري بضاعه بالدينار ونبيع بالدينار ليش؟ لأنه هو إحنا مستقرين بالسعر ماكو تضارب السوق وإحنا بعدين نقدر نشتغل بيها بنوك الحكومات لدعمني بالسعر للدولة يعني مشاكل شوية يحلل الموضوع أحسن طريقة هو طريقة التعامل بالدينار العراقي للسليماني للأربيل للدوغ للكربلا للنجاف للكدل الأمارة ماكو فرق هو استقرر للسوق مية بالمية الخطوات التي باشرت بها المؤسسات التجارية الرسمية والقطاع الخاص في السليمانية وتعميمها في الأسواق للسيطرة على المضاربة بالدولار رفعت من قيمة الدينار العراقي التعامل بدينار العراقي تجاريا في سليمانيا خطوة إيجابية لأنه ستسهم في رفع قيمة الدينار العراقي مقابل دولار الأمليكي خلال فترة تمتد ما بين تقريبا ستة أشهر حتى واحد سنة ونشجع هذه الخطوة الدينار العراقي لازم تبقى بشكل رسمي سعر الدينار العراقي مهم جدا أن تكون مثل ما قررت البانق المركزي العراقي فلذلك إنزال أو تخفيض سعر الدينار العراقي بالنسبة لدولار من يخسر الشعب العراقي يخسر والعراك الدولة يخسر فلذلك أعمل أن تكون خطوات الحكومة العراقية تسهم باتجاه تقوية دين العراقي وأشهد مختصون بالقرارات التي صدرت مؤخرا من البنك المركزي العراقي الخاص بالتعامل في العملة الوطنية للأجنبية حيث رمناها بادرة خير لتعزيز القدرة الشرائية في الأسواق المحلية التي عانت من ركود بسبب عدم الاعتماد على المنافذ الرسمية وأهمها الخاصة بالقماريق من سليمانيا مخلد محمد قناة دجل الفضائية اشتركوا في القناة